حافظ للقرآن ومتقن للغة العربية وفقه الله لتدريس العلوم القرآنية والفوز بعدة جوائز في مسابقات محلية ودولية من الفلبين المتسابق محمد نذير أصغر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَا مْرَى أَمْرَى تِلْكَ آيَاكُ الْكِتَابِ الْمُبِينَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًا إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًا أَنْ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنً إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنً وَإِنْ كُنتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ إِلْقَالَ يُوسُفُ لِأَبِيَ يَا أَبَكِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالْشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ قَالَ يَا بُلَيَّا لَا تَقْفُسُ رُئِيَاكَ عَلَى قَالَ يَا بُلَيَّا لَا تَقْفُسُ رُئِيَاكَ عَلَى قَالَ يَا بُلَيَّا لَا تَقْفُسُ رُئِيَاكَ عَلَى هَيَا إِخُوَتِكَ فَيَكِينُ لَكَ كَيْدًا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكلانيك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحادي ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك وعلى ويعلمك من تأويل الأحاديث كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم صدق الله العلي العظيم حياكم الله مشاهدين الكرام استمعنا لتلاوة طيبة من المتسابق محمد نذير أصغر من الفلبين طيب الله أنفاسكم على هذه التلاوة الطيبة وأنتقل إلى السيد حسنياً الحلو تفضلوا شكراً جزيلاً إليك محمد ولا أرواع نعم من ناحية الصوت أنت تعرف إمكانية صوتك يعني ما أدري نحن اللي لا نعرف إمكانية صوتك لأنه أنت توصل إلى فتحة وخلص ما تجيب الجملة تسعدت فوقها ارتقى على قلوبنا واقعاً رائع جداً جداً رائع يعرف إمكانية صوتك بعدين الجوابات العالية المفروض المفروض يصير بها تكلف خصوصاً أنه جسمه مرشيغ ما كان يتكلف بها الصوت الطبيعي هو هذا يعني وأشار أيضاً أستاذ عماد همساً بهذا الموضوع والإحساس يبقى أيضاً ما ممكن يعني عادة قليل ممكن دمجهن ذني كلهن ولا أرواع بارك الله فيك فضيلة الشيخ عمر تفضلوا ما شاء الله ماذا أقول في محمد نذير أصغر عارفه كثيراً والتقينا عدة مرات في مسابقات دولية فأتمنى قراءته يعني أرجو قراءته لأنه كان يمتع ويبدع فوق الإبداع فحقيقة كنت رائعاً جداً وبارك الله فيك فتكلمت قبل أن تبدأ القراءة مع المشايق قلت لهم استمتعوا وضعوا الأقلام فاستمتعوا وأنصتوا ما شاء الله كنت رائعاً وبدعت وأكيد نعم يتكلم اللغة العربية والتقينا سابقاً وكانت لنا معه جلسات قرآنية رائعة ماتعة فما الذي جعلك تصل إلى هذا المستوى ما الذي جعلك تحافظ على هذا الأداء يعني هناك من ربما من مسابقة يتغير وأنت لم يتغير أدائك بقيت محافظاً فما هو السر الذي أبقاك محافظاً على هذا الأداء أولاً إخلاص لله إخلاص الله أكبر أنا أوعدت نفسي أن لا أقرأ القرآن بسبب ثمن الدنيا أنا أقرأ القرآن لله تعالى الله رفقك الله وحتى أموت أنا عشت بالقرآن وكما قال لنا أبونا يعني عيشوا بالقرآن وموتوا بالقرآن كما كان أبي مات أنا أقوم إجلالاً إليك محمد واقعاً كلنا نقوم إجلالاً لأداءك وحد هذا الجانب جزاك الله خير يا شيخ ما شاء الله حسنت ما شاء الله ما شاء الله ليبرك ليوالدك هذا جنب أخرى تحتاج إلى كلام والله نعم ولأدائك وحد وهذا الكلام الطيب أنا وصل إلى قلبي بارك الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله أنا قمت بمكان أستاذ عماد ما شاء الله ويبرك السيد كريم موسوي تفضلي أستاذي حبيبي الله يحظك لمعت بصوتك وأدائك الباهر يعني أنا عندي كان أحساس بأن أنا صوتي يعني إلى مميزات وأتجول بين الطبغات ولكن اليوم شوية يعني خذان الشك فأنت باهر يعني أمزين خلصت التلاوة كان صعد بعدك ما شاء صعد يعني الأهم أنت تلاوتك من أول إلى آخر نفس الكيفية يعني ما قلت ولا شيء فالله وفقك يا رب ما شاء الله أستاذ عماد رامي تفضل يعني أنا تمنيت أن تقرأ أيضا يعني تمنيت أن لا تنتهي القراءة لأنه كنت أستمتع جدا وأنا حينما أسمع لصوت مثل صوتك يعني لا أتمنى أن القراءة تنتهي استمتع فأنا ما شاء الله يعني أنت عندي الآن رقم واحد ما شاء الله ما شاء الله يجمعوا العلامات بعدك فضيلة الشيخ باسم العابدي لكم الكلام بارك الله بكم بارك الله بك أخ محمد كانت تلاوتك جميلة وجذابة ومؤثرة حتى تأثر الجمهور والحكام والمحكمون وتأثرت أنا أيضا ولكن لا يعدم هذا التأثر أنك كنت غير دقيق في بعض وقوفاتك لا أذكرها ولكن لا بد أن تراجع النصوص القرآنية حينما تقرأها وإن شاء الله تكون على بينة من قراءتك وتتكامل هذه التلاوة شكرا لك ختاما مع الشيخ محمد عصفور تفضلوا إياك الله حبيبي وفعلا ختامه مسك ويعني ما أقدر أتكلم بعد الإخوان لكن أنا أشير إلى نقطة يمكن بعيدة عن الاختصاصات شوي أنا رأيت في محمد وأمثاله من الإخوة غير العرب إعجاز القرآن كيف إعجاز القرآن؟ لو كان إعجاز القرآن فقط في اللغة العربية لما كان لتحدي الياباني والصيني باللغة العربية معنا لكن إعجاز القرآن هو في الروح روح القرآن التي لبست اللغة العربية وتخللت إلى هذه القلوب وجاءت هذه القلوب وهذه الألسن تنافس العرب في كتابها هذا إعجاز قرآني وعندما نقول الإخوة الكرام يتفضلون يقولون عجم أو أعاجم هذا ليست كلمة معيبة أبداً لأن إمامنا الصادق عليه السلام ماذا يقول؟ يقول سمي المؤمن علوياً لأنه على في المعرفة وسمي المؤمن قراشياً لأنه أقر بالشيء الذي أخذ عنه وسمي المؤمن نبطياً لأنه استنبط العلم وسمي المؤمن أعجمياً لأنه استعجمت عليه أبواب الشر فالمؤمن أعجمي فالمؤمن أعجمي حتى ولو كان عربياً لأنه استعجمت عليه أبواب الشر فهذه الكلمة ليست معيبة أبداً والجميع رأى رأى إبداع محمد أنا رأيت فوق إبداع محمد رأيت إعجاز القرآن في لسان محمد وفعلاً فعلاً فعلاً يعني هذا ما يؤكد أنه كلام لدني من الله سبحانه وتعالى موفق حبيبي الله يبارك في عمرك ويديم عليك شكراً للجنة التحكيم حقاً يطرقون أبواب القلب ويعبرون كالشداء هكذا هم أهل القرآن محمد نذير أصغر من الفلبين شكراً جزيلاً لكم شكراً جزيلاً لكم شكراً جزيلاً لكم شكراً لكم شكراً لكم